السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب لكي نحسن خطنا بطريقة سهلة جدا وأتمنى كل الذين يتفرجوا عليها يطبقوا هذه الطريقة وبعدين يكتبوا لي في الكومنتات ما رأيهم عايزة كنت بتكتب خط سريع تأخذ فكرة بسيطة على السريع لو عندنا خط مثلا كده 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 وخط أفقي رأسي بالشكل هو ده يا جماعة باختصار خط الرقعة يعني ايه باختصار خط الرقعة عز محمد؟ يعني جماعة الحروف لازم ان تكون ايه فيها درجة الميل دي اه هي ماشية معك على طول اه هي هنطبق الكلام ده بس خليك معايا واحدة واحدة هنأتي نكتب مثلا مثلا او ايه القرآنية هنكتب مثلا فذكر النفعة الذكرى هنكتب بطريقة عادية هنكتب بطريقة عادية طريقة اسهل كمان فذكر هنكتب 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 ثم نقطعت التاء ثم نقطعت dwa كيف سهل نقل بسيطة ذكرى البحر ثم نقطعت اللام ثم نقطعت عملنا حركة نقطعت الكاف حركة ثم نقل تحت ثم نقطعت كفه حرف الياء حركة ثم حركة تقوم بعمل هامزة على شكل كبير ثم تقوم بعمل الياء الأخيرة ممكن تقوم بعمل الياء صغيرة لكننا نريد أن نضبط السطر فممكن نقوم بعمل الياء طويلة نكتبها بسرعة المفترض هناك يمكنك أن أكتب برحتي لأنك لا تكتب برحتك على طول لأنك تكتب برحتك في بداية تعلمك لتحسين الكتابة عندما تأخذ على شكل الحرف الموضوع سهل معك نكتبها بسرعة سهلة يا شباب سهلة جدا أنا أريد أن تكتبها بسرعة بالشكل ولكن أنا أريد أن تكتب بالشكل ولكن أنا أريد أن تكتب بالشكل بالشكل وبعد ذلك وبعد ذلك ونكتب برحتك لا تستعجل في الكتابة الذي يقول لك لابد أن تكتب بسرعة لابد أن تتمكن من شكل الحروف الأول وبذلك تكون انتهت حلقتنا أترككم في رعاية الله وأمنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد أبو المجدي من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب حلقة النهاردة سريعة يا جماعة إن شاء الله يكون عجبتكم مع السلامة